اشتركوا في القناة خطوات وقائية وقرارات صائبة وضعها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا اتت اكلها باستجابة سريعة من كل مواطن ومقيم على ارض مملكة البحرين باتباع الاجراءات الاحترازية التي اقرت مؤخرا عزما متجددا عاقبه انخفاضا كبيرا لاعداد الحالات القائمة اليومية والتي وصلت قبل اسبوع بعد هبوطها الى 1492 حالة لاتصل في اخر احصائية نأشرتها وزارة الصحة الى 931 حالة ويعود ذلك الى التعليمات الصادرة من قبل الفريق الوطني وبتكاتف ابناء مملكة البحرين والمؤسسات والجهات الحكومية المختصة والتي لم تألو جهدا في الحرص على متابعة مدى تطبيق الاجراءات والاحترازات ومخالفة كل من يخالف ذلك تقدما واضحا شهدته مملكة البحرين بعد القرارات التي تم الاعلان عنها في نهاية شهر مايو المنصرم اثبتت السير في الاتجاه الصحيح كما اثبتت لنا وعيا مجتمعيا راهن عليه الفريق الوطني الطبي ما جعل منحنى الحالات القائمة يشهد انخفاضا ملحوظا بفضل التزام الجميع وتعزيز ذلك باخذ التطعيم والجرعات المنشطة والتي اسهمت في تقليل نسب العدوى سعيا للوصول الى المناعة المجتمعية انفراجة قريبة يترقبها الجميع للتغلب على هذه الجائحة والعودة الى الحياة الطبيعية كما كانت من قبل باتباع الاجراءات الكفيلة بالتصدي للفيروس ترجمة نانسي قنقر